طيب الجزء الثاني من المحاضرة اللي بتحكي عن RDF STORES كلنا الجزء الاول ايش كان؟ نخلطنا كيف نخزن SBO table وكيف نعمله query من SLOIR عشان الجزء الثاني نفس الشيء يستمرار للجزء الاول بده يدربنا هذا الجزء يعني نكسب Practical Station هسه بدنا نبلش نفتح Data Base نحط فيها هذا ال Graph نحاوله لإيش؟ اسمه table نبلش نعمل quiz هادا فنتخزن هادا ال Graph في colon SBO Subject Redicate Object وطبعا هاي السكيمة زي ما شفتو هي عن books هو انت المطلوق بينك هادا ال quiz بدك توحد هذولا لك أنا هاي معملها زي مثل list all the authors born in a country which has the name Palestine ملي كرف أو list the names of all authors with the name of their affiliation who are born in a country whose capital's population is 14 million أو list the name يعني أعطينا أسماء الكتب اللي ال authors تابعونها من ولده في لبنان ورجع معهم كمان من أسماء ال authors بتيني أسماء الكتب اللي ال authors تابعيك أو ولده في لبنان مع أسماء المؤلفين هاي البراف كل واحد يشتلى حاله وعشان الناقش بعدها المشاكل اللي بتطلع معانا طبعا تقدك تسلمني screenshot من التابع زائر الكويرز اللي كتبتها ها لهذول اخرات الكويرز بعدها تقوم بتطلع إدمي برضو screinshot من نتائج لتردت معاك بعدها تكتب لي one page discussion of the problems يعني شو الممكن يعني بدك تفسر لي تشرح المشكل اللي أنتو الجزء الأول محاضرة بلشتت تنبشوا عنها هذه اللي بنيها Lets be the mentee يعني هذا جشف الكل اصعاني و هذا اي سؤال بس و اجده عندكم التابل عشان تكتبوا هنيسكوئيك كذب تكر ها لا 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 واحد اتغلب اول مرة بيعرفت جوانزو بيدويه تغلبي قدي نفترض انه ساعدة نفترض ليه؟ نفترض انهم ثلاثة وين تهبر ثلاثة ساعدة تساوهم وين ته؟ لا 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 يعني مش دك تكتب لي تقرير مش دك تكتب لي اشي بس يعني سطرين ثلاث اربعة عن يعني كله هذا يعني مش اني بحكي عن اشي كبير بس اتأكد انك انت عن جد سويت يعني عن جد اتعلنت سويت لبان سويت لبان سلم